دين السماحة والإجابة والسؤال دين التمزم والحوار بلا جدال الحمد لله جعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقنا من حيث لا نحتسب وأشهد أن لا إله إلا الله أنعم به ربا وأكرم به مشرعا وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه خير من صلى وصام وخير من وقف بالمشاعر وطاف بالبيت الحرام أما بعد فمرحبا بالسادة المشاهدين في برنامجكم هذا ديننا واليوم ما زلنا مع الطريق إلى الجنة كنا قد تحدثنا في الأسبوع الماضي عن أول الطرق إلى الجنة كما بيّنها لنا رسول الله وهو طريق الصبق واليوم طريق الوفاء بالوعد نعم النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عباد بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة الذي يتكلم هو رسول الله أصدقوا إذا حدثتم وأوفوا إذا واعدتم وأدوا إذا أت منتم واحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم واليوم مع الوفاء بالعهد والوفاء بالوع ومن أوفى بعهده من الله نعم نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام امتدحه ربه فقال وإبراهيم الذي وفى ابنه تعلم منه إنه نبي الله إسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام واذكر في الكتاب إسماعيلا إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي الوفاء بالوعد معناه مطابقة الفعل للقول ومعناه عدم الغدر وتعالوا بنا لنعيش في أول هذا اللقاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي أبو هريرة جلس رسول الله بين الصحابة فقال لهم ثلاثة في بني إسرائيل أبرس وأقرع وأعمى أراد الله أن يبتليهم أو أن يختبرهم فأرسل إليهم ملكا فجاء إلى الأبرس والبرس معناه بياط في الجلد حتى إذا رأيت الأبرس فقل الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من الناس وفضلني على كثير من من خلق تفضيلا وأسأل الله في هذه الأيام المباركة أن يشفي مرضى المسلمين وأن يمن بالشفاء على المرضى أجمعين إنه ولي ذلك والقادر عليه فجاء الملك إلى الأبرس فقال له أي شيء أحب إليك قال له لون حسن وجلد حسن وأن يذهب عني ما قد قذرني الناس به الناس يشمئزون مني قال فمسحه بإذن الله فذهب البرس قال أي المال أحب إليك قال الإبل فأعطي ناقة عشراء وقال اللهم بارك له فيها ثم جاء إلى الأقرع وقال له أي شيء أحب إليك قال شعر حسن وأن يذهب عني ما قد قذرني الناس به قال فمسح على رأسه فأعطي شعرا حسنا قال أي المال أحب إليك قال البقر فأعطي بقرة حاملا وقال اللهم بارك له فيها ثم أتى إلى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك قال أن يرد الله علي بصري فأبصر به الناس قال فمسحه فرد الله عليه بصرة قال أي المال أحب إليك قال الغنم فأعطي شاةً والداً فأصبح لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم نعم أنت عندك شركات عندك مصانع عندك أموال في البنوك ولا تنظر إلى الفقراء واليتامة والمساكين والمرضى والمحتاجين من أمة الحبيب محمد وأنت عندك صحة نعم أقصدك أنت ولا تساعد المرضى ولا تساعد الضعيف ولا تساعد ذا الحاجة اتق الله واعلم أوليتني نعماً أبوح بشكرها وكفيتني كل الأمور بأثرها فلأشكرنك دوماً ما حييت وإن أمت فلتشكرنك أعظمي في قبرها فقولوا جميعاً الحمد لله على نعم الله ثم جاء الملك إلى الأبرس في صورته وهيئته فقال رجل مسكين وابن سبيل انقطعت بي السبل وانقطعت بي الحبال وليس لي بلاغ إلا بالله ثم بك اليوم فاعطني ناقة أتبلغ عليها في سفري قال الحقوق كثيرة قال أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن اعطني ناقة أتبلغ عليها في طريقي قال الحقوق كثيرة قال كأني أعرفك ألم تكن أبرساً فشفاك الله ألم تكن فقيراً فأغناك الله قال ورثت هذا المال كابراً عن كابر قال إن كنت كاذباً سيرك الله كما كنت فعاد إليه المرض وعاد إليه الفقر ثم جاء إلى الأقرع فقال مثل ما قال الأول أنكر النعمة وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي قَالَ إِنْ كُنْتَ كَاثِبًا فَصَيَّرَكَ اللَّهُ كَمَا كُنْتُ فَعَادَ إِلَيْهِ الصَّلَعُ وَعَادَ إِلَيْهِ الْفَقْرُ ولا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد ثم أتى إلى الأعمى في صورته وهيئته وقال رجل مسكين وابن سبيل انقطعت بي السبل والحبال وليس لي بلاغ إلا بالله ثم بك أسألك شاتاً أتزود بها في طريقي قال قد كنت فقيراً وكنت أعمى فأغنان الله ورد الله علي بصري خذ من المال ما شئت فوالله لا أجهدك يعني لا أمنعك مالاً تأخذه إنما كنت أعمى فأبصرني الله ورد علي بصري وكنت فقيراً فأغنان الله فقال له الملك أمسك عليك مالك إنما ابتليتم أي اختبرتم فلقد رضي الله عنك وصخط على صاحبيك إياك أن يسخط الله عليك كم من فقير محتاج وأنت تمنع عنه المال وأنت يا صاحب المنصب كم من رجل طرق عليك الباب وقال لي مظلمة عند فلان ولي حاجة عند فلان وأنت سددت الباب في وجهه وأغلقت الهاتف المحمول في وجهه ولا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد هل وفيت ما عليك من دين؟ نعم أنت يا من أخذت أموال الناس تأخذ من هذا وتطرق عليه الباب وتطرق عليه أبوابه ثم تقول بالله عليك أريد هذا المال لإجراء عملية لولدي أو لإجراء عملية لزوجتي أو لحاجة لطعام وشراب وسأتيك به إن شاء الله في يوم كذا هل وفيت؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ أموال الناس يريد آداءها أدى الله عنه ومن أخذها يريد إطلافها أتلفه الله إياك وتضيع أموال الناس كان هناك رجل فيما يروي أبو هريرة كما جاء في صحيح البخاري ومسلم ذكره رسول الله وقال كان رجل في بني إسرائيل احتاج إلى ألف دينار فذهب إلى رجل وقال أريد منك ألف دينار قال له ائتني بالشهداء قال كفى بالله شهيدا قال رضيت بالله شهيدا صاحب المال رضي بالله شهيدا ثم قال له صاحب المال ائتني بكفيل قال وكفى بالله وكيلا قال وأنا رضيت بالله كفيلا فذهب هذا الرجل وأخذ الألف دينار وتعجر بها وربح فيها الكثير وجاء معاذ السداد ووقف على شاطئ البحر يريد مركبا فإذا بالأمواج تطلاطا وإذا بالرياح ترتفع فلم يجد مركبا في هذا اليوم إنما جاء بخشبة فجعلها كالصندوق ووضع فيها الألف دينار ثم كتب في صحيفة من فلان إلى فلان أسأل الله الذي رضيت به كفيلا وشهيدا أن يوصل لك هذا المال فإني لم أجد مركبا بعد ثم زجج هذا الصندوق أي أصلحه وجعله في الماء صاحب المال ينتظر على الشاطئ الآخر وعلى الجانب الآخر فلم يجد مركبا إنما وجد خشبة تعوم على سطح الماء فأخذها لتكون وقودا لأهله للطعام والشراب فأخذ هذه الخشبة ثم فتحها فوجد فيها الصحيفة أي الرسالة من الرجل المدين أي الذي عليه دين بأنه قال له هذا الدين الذي عليه وأنت رضيت بالله كفيلة ورضيت بالله شهيدة وقد استأمنت الله على هذا المال أن يوصله لك فرضي بهذا المال ثم الرجل الآخر ما زال يسارع ويصابق الزمن حتى يجعل مالا آخر ألف دينار أخرى لكي يذهب بها في أول مركب يجده لهذا الرجل فلما وجد مركبا ركب فيه وذهب إلى صاحب الدين السلام عليكم وعليكم السلام مرحبا بك قال والله لم أجد مركبا قبل اليوم فخذ هذا المال وجزاك الله خيرا وسامحني قال ألم ترسل إلي بشيء قال لم أجد مركبا قبل ذلك قال أبشر فقد وصلتني الصحيفة بالصندوق لقد سدد الله عنك من أخذ أموال الناس يريد آداءها أدى الله عنه ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله أخي الحبيب بالله عليك لو اشتريت عقارا لو اشتريت مبنى ووجدت فيه مبلغا من المال أو وجدت فيه يعني مجوهرات من الذهب والفضة بالله عليك هل تذهب به إلى صاحب العقار الذي اشتريت منه أنت بقول ليه يا عم الشيخ أنا اشتريت العمارة اشتريت البيت اشتريت الأرض اشتريت المصنع بما فيه اسمع بعدما تصلي على الحبيب النبي فبذكر رسول الله وبالصلاة على رسول الله تحلو المجالس اللهم صلي وسلم على حبيبي محمد صلى الله عليك وسلم يا رسول الله أبو هريرة يقول ذكر النبي أحاديث كثر ثم ذكر منها اشترى رجل من رجل عقارا يعني مبنى حتة أرض فوجد هذا المشتري جرة فيها ذهب في العقار طيب يا بارك الدعوات الحقة الحمد لله ميت رضي عني والله أنا وجدت جرة من الذهب في هذا العقار الذي اشتريت الآن أستطيع أن أشتري الأراضي وأن أشتري الشركات وأن يكون لي رصيد في البنوك لا يا حبيبي لم يفعل هذا والله والله لو لم يخبرون النبي ما تخيلت هذه القصة إنما أخذها الرجل الذي اشترى العقار وذهب إلى البائع السلام عليك ورحمة الله مرحبا أتريد أن ترد في البيعة في البيح لا والله ولكني وجدت في العقار الذي اشتريته منك جرة بها ذهب فخذها فهي لك فأنا اشتريت العقار ولم أشتري الجرة من الذهب يا الله ما هذا الكلام الذي يقول هذا الكلام وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى صلى الله عليك وسلم يا رسول الله فقال وَإِنَّمَا أَنَا بِعْتُ لَكَ الْعَقَارَ بِمَا فِيهِ فَلَا حَاجَةَ لِي فِي الزَّهَبِ الرجل البائع أبهى أن يأخذ الجرة المملوء بالذهب أيضا فتحاكم إلى قاض فقال القاضي ما المشكلة قال هذا المشتري اشتريت عقارا وجدت فيه جرة من ذهب فأعطيتها للبائع فقال إنما بعتك العقار بما فيه وقلت له أنا إنما اشتريت العقار ولم أشتري الذهب فتحجب القاضي وقال ألكم ولد عندك أولاد قال أحدهما عندي غلام وقال الآخر وأنا عندي جارية فقال القاضي العاقل زوج الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسكما وتصدقا الله أكبر والله الذي لا إله غيره ولا معبود سواه ما تركته في الحرام سيأتيك في الحلال لما؟ لأن النبي هو الذي قال هذا الكلام صلي عليه صلى الله عليك وسلم يا رسول الله أنت أيها المشاهد تتمنى الآن أن تكون صاحب العقار الذي اشتريت حتى تجد هذه الجرة وقل لنفسك هل أردها إلى صاحبها جاوب بينك وبين ربك أجب بينك وبين الله الذي لا إله غيره ولا معبود سواه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا الوفاء والله حتى في البيع والشراء في يوم من الأيام تقول أمنا عائشة اشترى رسول الله من أعرابي جزور أو جزائر يعني ناقة سواء كانت أنثى أو ذكر فإذا به يقول لهذا المشتري أشتري منك هذا بوسق من الأذخر أو من الذخرة الذخرة اللي هي العجوة بوسق يعني حوالي مية وعشرين كيلو من العجوة قال وأنا بعتك هذه الجزور فذهب النبي وأخذ البائع معه إلى البيت فبحث النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا العجوة أو هذا الطمر فلم يجد فخرج إلى البائع فقال له أيها البائع اشترينا منك جزورا أو جزائر فالتمسنا لك عجوة فلم نجد هذه الذخرة في بيتنا فقال هذا البائع واغدراه واغدراه انت متخيل متخيل يقول واغدرا على من على رسول الله فقال له الناس فقلوا منعائشة فنهمه الناس يعني زجروه وقالوا قاتلك الله أو يغدر رسول الله قاتلك الله أو يغدر رسول الله فتقول أمنا عائشة فقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم معنا اتصال إن شاء الله معنا أمو محمد السلام عليكم أمو محمد عليكم السلام عليكم اتفضلي أسمعك أمو محمد لكن هو جزي مش بيصلي ولا بيصوم ولا مش بيطلع زكا زوجك ما بيصليش ما بيصوم تمام مش بيطلز أنت متزوجة بغالك كم سنة أمو محمد بي خمس سنين ونص معك أولاد ربنا كرمني بعينه معك ولد ربنا باركلك فيه ويجعله من الصالحين مات ولد مات أسأل الله أن يكون زخرا لك في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم إنما زوجك ما بيصليش ما حولتيش معاه أمو محمد تنصحيه لله ياما بنصحه كلام دي يقوله إن شاء الله إن شاء الله من كلام دي دلوقت رمضان ولا بيصومي ولا بيطلع له فلوك لكن هو لو فقط فطر يعني يطلع فلوك ولا لا هو معاه فلوس يعني غاني يعني إن شاء الله خالص صلع النجاة ليه إن شاء الله طيب أجيبك يا أمو محمد إن شاء الله عندك أي سؤال ثاني مع ليس عزة سؤال ثاني ليه هو دل الغلوك ليه دلده يعني يكون الواحد اللي هو مش بيصلي كده بيكون دلده تجيل ومش بيراعي رب نفرته آه لا يراعي الله سبحانك يا رب لا يعني يا محمد رجل ليس بينه وبين الله عمار رجل ليس له علاقة بقال الله ولا قال رسول الله رجل انقفع الحبل بينه وبين الله مستنية منه أسهل الله أن يهديه نغدو حسين إن شاء الله معنا لأستاذ حسين سلام عليكم أنا طيب حول مرة أخرى أسهل حسين إن شاء الله سلام عليكم سلام عليكم طيب معنا لأستاذ عماد سلام عليكم أستاذ عماد عليكم السلام زكا فضلت الشيخ كل تانا وتطيب وحضرتك بالصحة والسلامة بعد إذنك يعني أنا كمان عندي شجة بحتها تمام وبندور على شجة تانية عشان نقعد فيها وأنا حاليا جاعت بالإيجار تمام فلوس الشجة دية عليها زكا ولا ملاش هي بلغة يعني هي معديها النصاب طيب يا أستاذ عماد حضرتك شاري السكن الشجة دي للسكن الخاص بيك أنت والعيلة ولا شاريها للتجارة لا للسكن أنا كنت سكن فيها شجة سكنية للسكن كنت جاعت فيها تمام وبعدين بعتها عشان نسكن في سكن آخر يعني أفضل أو مكان تاني نشتري أرض أو مكان تاني نعمل سكن للأولاد تمام ولما جت لها البيعة كويسة بيحتف وسكنت بالإيجار لحد ما ربنا يسر للأمر طيب أجيبك إن شاء الله وسأمان عندك أي سؤال تاني يا حبيبي بالنسبة لزكاة الفطر تمام هل القيمة النقدية تجزي أم لا بد إخراجها حبوب حاضر يا حبيبي حاضر معنا الأستاذ إقبال سلام عليكم وعليكم السلامة أتفضلي أسمعك يا أستاذ إقبال يا جندم أنا عندي سؤال بالنسبة للناس اللي هم غير قادرين يعني على أداء الزكاة تمام وذكر قادرين على زكاة الفطر صح تقصدين الفطر طيب حاضر والجزء الثاني أسمعك سمعك حاضر الجزء الثاني سكرت إن كنت تطلع الزكاة لحد غير قادر تستأذن مني مثلا أنا بلعتها يعني أدت الزكاة أكثر من تفسس أكثر من سنة يعني تمام كان أختي وكان صديقة وكان أكثر من تفسس يعني طبعا للإستئذة طب هم هم فقراء يا أستاذ إقدال ولا أغنياء لا بيكونوا فقراء وبيكونوا مسكين تمام تمام أعيز أعرف الفضل وأعيز أعرف الحس على الكلام دا يعني إن الإنسان شكي على الكلام دا يعني سكرت إنك مش قادر أو تستطيع تمام تمام حاضر قديم معي يا أستاذ حسين سلام عليكم وعليكم السلام اتفاضل يا أستاذ حسين أسمعك كل سلام تطلع بي وحضرتك طيب يا حبيبي عامل إيه الحمد لله اتفضل يا حسين يا حبيبي أمرني أنا مثل ما أحمل المصحف على التليفون عندها تمام وبعد بعد ما مصلم نقرأ على أنا خير إجاب الدم كده وضوء مقد طب إنت الرعاف دا بينزل عليك على طول يا حسين يا حبيبي ولا لأ الدم اللي بينزل من الأنف دا بينزل على طول آه تمام يا حبيبي حاضر حاضر أنت كنت في الصالة ساعة ما نزل الدم ولا كنت بتقرأ قرآن من المصحف طيب يا حبيبي أجيبك أنت عندك أي سؤال تاني لا شكرا صايم يا حسين آه الحمد لله ادعي المصر يا حسين قل الله مرفع عننا البلاء والغلاء والوباء اللهم إن شاء الله يا حبيبي إن شاء الله أم محمد زوجها لا يصلي يعني أقول لك يا من تسمعني الآن يا من قاطعت ربك أنت الآن في أيام المغفرة في أيام الرحمة الصلاة أول ما تسأل عنها في قبرك فإن صلح كان ما بعدها أيصر وإن فسدت كان ما بعدها أشد والله لن يدخل أحد معك في القبر بل إنك تسأل عنها في قبرك تثبت في القبر بصلاتك بصلتك بربك ده حبيبك النبي بيقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر انت ترك الصلاة إيه تكاسلا أقول لك اجتهد فما إليك ردة الأعمار ممكن تموت الآن تجاب ربنا تقول له إيه طب إزاي يا ربي أنا ما بصليش وانت فرضت الصلاة في السماء عندما توضح في قبرك فيأتيك الملكان ويدخلان عليك فتجلس الصلاة عند رأسك والزكاة عن يمينك والصدقة عن يسارك وفعل الخيرات عند قدميك فإذا أراد الملكان أن يوقذاك للسؤال فتقول الصلاة دعاه فكثيرا ما كان يصلي وكذلك تدافع عنك الزكاة والصدقة وفعل الخيرات والقرآن يطوف حولك فإذا بهما يناديان عليك نداء رقيقان يا عبدالله قم للسؤال فتقم وكأنك في دار الدنيا وكأن الشمس عند غروبها فتقول لهما دعاني حتى أصلي العصر فيقولان لك عشت حريصا على الصلاة ومت حريصا على الصلاة فأبشر بجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين تبقى قبل أن يأتيك الموت الأستاذ عماد بيقول لأنا عندي شجة باحتها وبيعي يدور على شجة تانية والمبلغ معاه وبلغ النصاب أقول لك في يعني البيوت المعدة للسكن ليس فيها زكاة ليس فيها زكاة حتى أنا لو شاري عمارة والعمارة دي بأجرها ليس في المبنى زكاة إنما الزكاة في المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحولة تمام يا أخي الحبيب الأستاذ عماد بيقول زكاة الفطرة طيب ناخده الأستاذ مريم سلام عليكم أتفضلي يا مريم سلام عليكم سامعك يا مريم طيب شكرا يا مريم شكرا يا مريم الأستاذ عماد بيقول زكاة الفطرة يعني هل أطلح نقدا أم حب يعني يعني الذي قال بإخراج زكاة الفطرة نقدا الإمام أبو حنيفة يعني ايه الكلام ده يعني أنا مثلا لو الفقير أحوج إلى المال رجل عنده ضغط رجل عنده سكر رجل عايز يدفع الإيجار الشقة رجل عنده أولاد ومحتاجين أكل وشرب ومحتاجين دواء وعلاج ومحتاجين لبس وكسوة خلاص أطلع له ماجل وطبعا اقدر الإفتال المصرية مشكورة يعني حددت حد أدنى 15 جنيه طب أنا لو عايز أطلع حب 2 كيلو ونص من الأرز اللي هو غالب قوة المصريين الآن على كل فرض إن شاء الله اللي أستاذ إقبال بتقول يعني أنا بطلع زكاة الفطرة إلى غير القادرين نعم ولو إن كانت للقريب يعني بقول بطلع لأختي القريب زكاة وصلة زكاة وصلة من صره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصر رحمه فهذا من باب الصلة أن تطلعي أو أن تخرجي لأختك لأخيك الفقير إن شاء الله وجزاكم الله خيرا طيب ابننا حسن بيقول يا عم الشيخ أنا بأقرأ القرآن كده من المحمول محمل القرآن كاملا على المحمول فأنا بقرأ كده نزل مني رعاف فهل أنا كده اتنقد وضوءي أجم أتوضى تاني وأعمل إيه يا حبيبي يا حسن أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويشفي علي أن هو يسمعني الآن ويشفي مرضى المسلمين أجمعين إنه ولي ذلك والقادر عليه إن كان الرعاف هذا يعني مرض عندك مزمن وبينزل عليك على طول يا حبيبي يكفيك أن تضع منديلا أو قطمة وتكمل القراءة إن شاء الله وإن كانت عابرا يعني أول مرة أو تاني مرة ينزل عليك الدم دوة نتيجة خطة أو كدنة في الأنف فأجم توضى يا حبيبي وكمل قراءتك للمصحف عادي إن شاء الله ما زلنا مع الوفاة والحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يضرب لنا المثل في الوفاء بالوعد مع فقراء أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع بينما النبي صلى الله عليه وسلم في طريق العودة إذا به يجد صحابيا قد تأخر عن الجيش وهو سيدنا جابر بن عبد الله سيدنا جابر يحكي فيقول تأخرت عن الجيش لأنه قد أعيى جملي الجمل اللي معي مش قدر يمشي حتى قلت وحدثت نفسي لو أني حملت متاعي على كتفي واتركت هذا الجمل وهذا البعير في الصحراء لأنه أعيى بليد لا يتحرك مريض لا يحملني في سفري قال فوجدت من يقول ما لك يا جابر فاستبشرت خيرا لأني سمعت صوت رسول الله نعم والله اللهم إنا قد حرمنا من رؤيته في الدنيا فلا تحرمنا من جواره في الآخرة اللهم لا تحرمنا من جواره في الجنة يا رب العالمين فيقول ما لك يا جابر فيقول أعيى جملي يا رسول الله الجمل بتاع مريض قال أنخ يا جابر فأناخه فجاء النبي بعود أو بعصى فنخزه وقال بسم الله بسم الله اركب يا جابر فيقول سيدنا جابر فوجدت أن الجمل يسابق ناقة رسول الله وأنا ألجمه يعني حتى لا يصبق ناقة النبي فقال رسول الله انظر إلى التسلية قال أتبيع هذا الجمل يا جابر قال وهبته لك يا رسول الله أبيع إيه ده أنا نفسي أتخلص منه وهبته لك يا رسول الله طيب معنا لأستاذ أشرف سلام عليكم يا أستاذ أشرف السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله شيخ محمد بارك الله فيك وإزدك الله أعلم الله يترمي فضل يا أستاذ أشرف أنا والدي متزوج من ثلاثة ثلاثة اتنين توفوا وابقوا واحدة معها ما بتخلفش حاليا والتنين اللي توفوا هو بيعمل ولاده دول غير دول يعني ولاد واحدة معاملة البطة البيضة والبطة السود معاملة خاصة شوية انتو عندكو بط يا أستاذ أشرف آه يعني بط شوية كده ربنا كتر بطك يا أستاذ أشرف الله يبارك فيها فضل يا حبيب فدلوقتي احنا كويسين معا الضرية مفيش بعد كده تمام فالمعاملة مختلفة جدا جدا تمام اللي هو جاد معهم مثلا هو ما عايش معهم بس المعاملة حتى في اللي أحفاده الصغيرة مختلف تمام تمام امرنا بيه يعني انت في تقول صل الرحم والأرحام والجنة والفرج لله والكلام ده نفعل معي وكان لمنك تي ولدك عايش يا أستاذ أشرف عايش يا موجود ربنا بارك لك فيه احفاظه من كل سوء ويرزقه العدل قبل أن يموت أجيبك إن شاء الله أي سؤال تاني يا حبيبي جزاك الله خير السلام عليكم طيب معنا الحاجة بوزيد سلام عليكم الحاجة فوزية معنا سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضال يا حاجة فوزية بقول لحضرتك أنا معي مبلغ كده حوالي 18 ألف جنيه شايلهم للزمن لأنها مليش حد جنبي يعني بيعيني خالب تمام ومريبة بالقلب وأنا مخليهم للزمن دولة بطلع معهم ذكر طيب أجيبك إن شاء الله ما انتش حطهم في أي مشروع يا حاجة فوزية لا لا أنا مخليهم معي في البيت لأن أنا بجيني عاملة عملية قلب مفتور وبتحجز في المرساش فعل غفلة بيعوز بلازمة ودم وحاجات ذا كده ما نعيش حد يعوني في الوقت غالبان ربنا يكرمه يا رب ويديله ما غالبان ما معوش حاجة ربنا يشفيك يا حاجة فوزية معنا الأستاذ عماد سلام عليكم يا أستاذ عماد سلام عليكم يا شيخ أنا لسه سأل حضرتك لقتي في موضوع الشجة اللي أنا لسه بيعها تمام يا حبيب نوضح بس حاجة صغيرة لحضرتك أنا بيعتي الشجة وفلوسها معايا حاليا لحد دما ندور على مسكن تاني يا حبيب السؤال أنا هعيده عليك تاني حضرتك الشجة الفلوس اللي معاك نو تشتري بيها سكن تسكن فيه أنت وأولادك أي ليس فيها سكاة تمام وأسأل الله أن يبارك لك في مالك وأولادك وصحتك وعافيتك طب أنا عايز أطلح صدقة خير وبركة لا حرقة لا غرقة لا سرقة تجر مع ربنا ربنا يزيخ خير يا سعماد وأشكرك إنك حريص على دينك أي سؤال تاني يا سعماد شكرا يا حبيبي طيب معنا إن شاء الله الأستاذ أشرف يعني بيشكم معاملة الأرض يا أخي الحبيب يأتي رجل إلى الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم فيقول يا رسول الله نحلت ولدي هذا نحلة يعني حديقة يعني بستان فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أكل أولادك نحلت أنت كل أولادك عطتهم زيه قال لا يا رسول الله إلا هذا قال اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم أنا لا أشهد على جور يعني ما حتى تعمل أولادك عملهم حتى في القبلة حتى في النظرة حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم كان ضيفا على رجل من الأعراب فدخل عليه الغلام الواد الذكر إلا هيشي الاسم في البطاقة فإذا به قام إليه وقبله على جبينه وأجلسه على حجره فدخلت الجارية البنت باء الله تتجوز وتطلع بر البيت فقام إليها وأجلسها بجواره ولم يقبل جبينها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أأردت البر إنت عايزهم يبروك بعد ما تكبر قال نعم يا رسول الله قال اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم وحبيبك النبي فيما يروي الحاكم في المستدرة يقول من تزوج بامرأتين ولم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل وفي رواية أخرى وجنبه مائل فإياك وهذا الميل لأنه والله لينفعك إلا عملك ورحمة الحي الذي لا يموت حتى إن حبيبك النبي يقول يتبع الميت سلاسة أهله وماله وعمله وعمله يرجع سنان ويبقى واحد يرجع الأهل ويرجع المال ويبقى العمل وينادى عليه رجعوا وتركوك وفي الطراب وضعوه ولو بقوا معك ما نفعوك ولم يبق لك إلا عملك ورحمة الحي الذي لا يموت فاتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم الحجة فوزية عندها مبلغ 18 ألف جنيه آه يا حجة فوزية كده المبلغ بلغ النصاب يعني ما يعادل 82 جرام من الذهب فإذا حال عليه الحول يعني جعد معك من رمضان لرمضان بتطلع 2.5% يعني 25 على الألف يا حجة فوزية وأسأل الله أن يبارك لك وأن يرزقك الصحة والعافية إنه ولي ذلك والقادر عليه حبيبنا النبي يقول يا جابر بعني هذا الجمل قال بل أهبه لك يا رسول الله قال بل بعنيه يا جابر قال اشتري ثم يا رسول الله النبي عايزي ضحك سيدنا جابر فقال له بضرهم فقال جابر في نفسه أشتري جاملا أم دجاجة قال لا يا رسول الله بغمتني حقي انت كده بخستني حقي يا رسول الله قال بضرهمين فما زال النبي يزيد حتى وصل إلى أوقية الأوقية دي يعني حوالي أربعين درهما أربعين درهما فإذا به يقول بعتك إياه يا رسول الله ويريد أن ينزل من على ظهره قال بل ابقى على ظهره حتى نصل إلى المدينة ثم قال له لماذا العجل يا جابر انت مستعجل ليه قال اشتقت إلى زوجتي يا رسول الله شوف الحديث الأدب مع حبيبك النبي اشتقت إلى زوجتي يا رسول الله قال تزوجت بكرا أم ثيبا يا جابر قال بل ثيبا يا رسول الله قال هل لا بكرا تداعبها وتداعبك قال يا رسول الله مات أبي وترك لي تسع بنات فأردت الثيب حتى تمشتهم وتربيهم وتقوم على خدمتهم قال أصبت يا جابر أصبت يا جابر قال يا جابر إذا وصلنا إلى مكان صرار مكان قبل المدينة فألا تدخل على أهلك حتى يرفع لك النمارق الوسائد قال ليس عندنا نمارق يا رسول الله دا العملية الله أعلم بيها الله أعلم بها قال له ستكون لكم نمارق يا جابر ولكن إذا وصلت إلى صرار فاجلس حتى ننحر الجزور وتعلم النساء فيتهيئن لكم وصل حبيبك النبي للمدينة صلى الله عليك وسلم يا رسول الله طيب معنا الأستاذ أشرف سلام عليكم سلام عليكم يا أستاذ أشرف علو سلام عليكم رضا اتفضل يا أستاذ رضا الله أنا بعد إذن حضرتك عم الشيخ أسمعك يا حبيب تفضل أنا بصلي بصلي بالأولاد للصلاة الجاه تمام وأنا سن كبير يعني عندي ستين سنة ورجاء واجعيني فأنا منزل لمعظف فيه كنبة على جنب كده منزل عليها وبعد كده أجل تمام هي مشكلة طيب في حد تاني فأولادك كبير في السن بلغ كده ممكن يصلي بيهم أولادك الذكور الذكور يعني مش حافظ إنما لمعظف البنات هم اللي حظين طيب يا حبيبي هم عموما لتجوز إمامة المرأة بالرجل فإن شاء الله ويجيبك إن شاء الله يصن رضا معنا لأستاذ مريم سلام عليكم أم مريم معنا سلام عليكم عليكم السلام أزاك يا شيخ عامل ايه الله يسطرك بسلام أنت طيب وحضرتك بالصحة والسلام والمسلمين أجمعين يا رب بقول لحبيبي سؤال لو أنا فزوقت الطعام بالثاني وفكريت وفكريت هل حرام طيب وصل لريخك يا حج مريم بلحتي لأ ما بلحتي باللسان بس أنت بس على طرف اللسان وبتتذوق الطعام تشوفيه مالح ولا مظبوط طيب في أي سؤال ثاني أبا لو كنت من أكل من حد وعارفت أن الفلوس بتاحته حرام هل عليها زمت طيب تاني السؤال ما عليش كده وأنا كنت أكل من حد وعارفت بصور الأكل حرام هل عليها زمت واحد جايبلك فلوس يعني ولا طعام طعام حاضر أجيبك إن شاء الله أي سؤال ثاني طيب شكرا الأستاذ رضا بقول أنا بصلي بأولاد القيام في البيت وعنده خشونة وريل كبير في السن أسأل الله أن يبارك في أبائنا يا رب العالمين أنت ولي ذلك والقادر عليك يا أستاذ رضا يعني لا تشق على نفسه حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع أن يصلي وهو قائم فليصلي ومن لم يستطح فليصلي وهو جالس ومن لم يستطح فليصلي متكئا على جنبه الأيمن قالها النبي صلى الله عليه وسلم فأنت بدل ما بتنزل وبتسند أنت ممكن تصلي على كرسي طالما أنت اللي حافظ لأولادك وليس هناك ذكر حافظ للقرآن فصلاتك صحيحة وأنت تصلي وأنت جالس إن شاء الله وأسأل الله لك القبول بإذن الله أنه ولي ذلك والقادر عليك الحجة مريم يقول أنا بأتزوق الأكل كده على طرف الثاني آه طبعا إذا كان الزوج يعني عنيف وساعة ما يلاقي للطعام مالح شوية إيه اللي أنت عملاه ده إحنا صيمين والكلام اللي إحنا بنسمعه من أبائنا ومن الأزواج يعني ومن الرجال أقوله لك يا جوز إن شاء الله ولكن حذاري أن تبتلعي هذا الطعام في ريخك إنما تدفلي مباشرة لو أنا أعرف إن فلان ده ماله حرام وجاب لأكل وقال لي خذ الأكل ده مني جاب لكل لحم ولا سمك أي أكل كان أقول لك لا تأكلين هذا الطعام لما لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل جسم نبت من سحت فالنار أولى به سيدنا أبو بكر الصديق كان لا يأكل إلا حلالا كما تعلم من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فجاءه غلامه وهو جائع وأحضر له طعاما فسيدنا أبو بكر من شدة جوعه أخذ لقمة ووضعها في فيه ثم لا كهان ثم قال من أين هذا الطعام يا غلام قال كنت قد تكهنت بكهانة لرجل في الجاهلية فقابلته الآن فسألته الأجر الكهانة ده أمر محرم زي السحر والشعوازة والكهانة كده فإذا به يقول مال حرام ثم وضع إصبعه في فيه فاستقى ثم وضع فاستقى حتى كادت روحه أن تخرج فقال له من حوله من الصحابة هون عليك يا خليفة رسول الله قال والله لو لم تخرج إلا بروحي لفعلت والله لو لم تخرج إلا بروحي لفعلت اللهم إني أبرأ إليك مما خالط الدم وخالط الأمعاء أو كما قال أبو بكر من الصديق رضي الله عنه حبيبك النبي وصل إلى مدينة رسول الله ثم نحر الجزور فأكل الناس فلما عاد سيدنا جابر إلى بيته قبل أن يشتاق إلى زوجته وأن يلتقي بها في فراشها إذا به يقول لها ما ضار بينه وبين رسول الله وقص عليها ثم أرسل النبي سيدنا بلال ومعه ثلاثة وأربعين درهما إلى سيدنا جابر بن عبد الله فقال سيدنا جابر خذ الناقة واذهب بها إلى رسول الله يا بلال قال قال لي رسول الله أمسك عليك ناقتك يا جابر أمسك عليك ظهرك يا جابر إنه الحبيب المصطفى الوفاء الوفاء مع الأولاد الوفاء مع الزوجة الوفاء مع الجيران الوفاء مع الأقرباء الوفاء مع الغرباء الوفاء مع بلدنا مصر أخي الحبيب والله الذي لا إله غيره ولا معبود سواه يكاذ القلب ينفطر عندما نجد بعض المخربين يخربون في بيوتنا وفي أرضنا ويقتلون جنودنا اتقوا الله وتعلموا من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وكونوا أوفياء لأن النبي وفى لزوجاته حتى بعد الموت السيدة خديجة كان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم عندما يذبح شاه فيقول أرسله بها إلى أقرباء خديجة إلى صديقات خديجة إلى صحيبات خديجة كانت عندما تدخل عليه السيدة هالة بنت خويلد أخت السيدة خديجة يقول اللهم هالة اللهم هالة حتى غارت أمنا عائشة في يوم من الأيام لم ترها لم ترها يعني لم تر السيدة خديجة رضي الله عنها ولكنها غارت من فعل النبي قالت إن هي إلا يعني كبيرة في السن عجوز حمراء الشدقين من قريش حلكت في الدهري أبدلك الله خيرا منها يعني تعني نفسها فقال والله ما أبدلني الله خيرا منها ورزقني الله منها الولد ولم يرزقني من غيرها وأستني بمالها النبي لم ينسى النبي كان وفيا صلى الله عليه وسلم ثم قال لها ماذا أفعل يا عائش وقد رزقت حبها وقد رزقني الله حبها النبي في فتح مكة حوله عشرة آلاف موحد يقولون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره دخل النبي فقال له الصحابة نبني لك بيتا يا رسول الله قال لا إنما انصبوا لي خيمة عند قبر خديجة يا الله يا الله يا رسول الله لم تنسها وقد ماتت منذ بضعة عشر سنة حوالي اتناشر سنة فقال انصبوا لي خيمة عند قبر خديجة لم يا رسول الله حتى أفرح معها لأنها عاشت معي أيام الحزن وأيام المواساة وأيام الألم وأيام التعذيب إنه الوفاء فكن وفيا كما كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أخي الحبيب تعلم تعلم درسا اليوم لأن الوفاء بالوعد الطريق إلى الجنة الوفاء بالوعد الطريق إلى مقابلة الله عز وجل وأنت في عبك وفي صحيفة الأعمال الخير كله إن شاء الله حتى سيدنا أسامة بن زيد يبين لنا كيف نكون أوفياء مع هذا الوطن حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مات دون دينه فهو شهيد من مات دون عرضه فهو شهيد من مات دون أهله فهو شهيد سيدنا أسامة بن زيد يقول أرسلني رسول الله إلى الحرقة من جهينة فصبحنا القوم فغلبناهم قال ورأيت رجلا أثخن في المسلمين ضربا واحد من المشركين قتل عددا كثيرا من المسلمين قال فمكنني الله منه ومعي رجل من الأنصار قال فلما تمكننا منه قال الرجل لا إله إلا الله لا إله إلا الله فكفى عنه الأنصاري وضربته برمحي فقتلته ثم عدت إلى النبي فقصصت عليه ما حدث فقال لي النبي بعدما احمرت عيناه وانتفقت أوداج المصطفى صلى الله عليه وسلم أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله يا أسامة أقتلت الرجل بعدما قال لا إله إلا الله يا أسامة قال إنما كان متعوثا بها يا رسول الله كم بدر فيها كان يتحصا بها قال ماذا تصنع بلا إله إلا الله يا أسامة ماذا تصنع بلا إله إلا الله يا أسامة حتى قال أسامة ليتني لم أكن أسلمت آنذاك حتى أدخل في هذا الدين بعد ذلك فيغفر الله لي ما قدمت من هذا الذنب وما اقترفت من هذا الجرم الله يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما إياك أن تقتل الموحدين من أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إياك أن تقتل الجنود المرابطين على أرضنا لحماية ديننا ولحماية عرضنا ربما يقول القائل أنا أجاهد في قتل هؤلاء الجنود أقول لك أخي الحبيب لا والله إن النبي صلى الله عليه وسلم يقف أمام الكعبة فيقول ما أعظمك وما أعظم حرمتك ولكن المسلم أعظم حرمة عند الله منك ولكن المسلم أعظم حرمة عند الله منك فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون توب إلى ربك واستغفر توب إلى ربك الآن وقل اللهم توب علي لأتوب يا رب العالمين اللهم أحفظ بلدنا مصر من كل مكروه وسوء حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم يضرب مثلا للصحابة في الوفاء حنظل بن أبي عامر صحابي من صحابة رسول الله كان وفيا لدينه وفيا لوطنه وفيا لرسوله صلى الله عليه وسلم تزوج من حبيبة بنت عبد الله ابن أبي ابن سلول في يوم عرصه يوم الصباحية انت واخد بالك يا حبيبي اللهم زوج شبابنا اللهم زوج شبابنا اللهم زوج بناتنا يا رب العالمين وعفهم في الحلال يا أرحم الراحمين أمت ولي ذلك والقادر عليه في يوم الصباحية في يوم عرصه عندما اجتمع بأهله وكان جنوبا وأراد أن يغتسل سمع منادي الجهاد يا خيل الله اركبي وإلى الجنة أبشري إلى الجهاد مع رسول الله فأخذ سيفه وقوسه ورمحه ثم انتظى جواده وذهب إلى أرض المعركة حتى نال الشهادة فالنبي ينظر إلى رأسه فوجد الرأس تقتر ماء بنز الميا من رأسه فقال اسألوا صاحبته اسألوا زوجته ما الأمر فلما سألوا الزوجة قالت اجتمع بي في الحلال في فراشه فأجنب وأراد أن يغتسل فلم يسعفه الوقت عندما سمع منادي الجهاد خرج للجهاد مع رسول الله فقال الحبيب المصطفى غسل بين السماء والأرض الله أكبر غسل بين السماء والأرض في صحاف من فضة بماء المزد ماذا قدمت أنت لوطنك ماذا قدمت أنت لدينك ماذا قدمت أنت لأولادك يا أخي الحبيب والله الذي لا إله غيره ولا معبود سواه الوفاء من صفات الله عز وجل الوفاء من صفات الأنبياء الوفاء من صفات المرسلين الوفاء من صفات الصالحين الوفاء من صفات الصديقين والصادقين أخي الحبيب مر على هذا الطريق وخذ منه من السمار ما شئت وخذ منه من الخيرات ما شئت لأن الحبيب صلى الله عليه وسلم كان يشجع أمثال هؤلاء الذين يوفون حتى بدمائهم النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه هذا الرجل وقال واغدراه ونهمه الصحابة وقالوا أَوَيَغْدُرُ رَسُولَ اللَّهِ قَاتَلَكَ اللَّهِ قال دعوه فإن لصاحب الحق مقالا دعوه فإن لصاحب الحق مقالا فأعاد على الرجل الكلام اشترينا منك جزورا فالتمسنا لك الذخرة يعني العجوة فلم نجد لك قال واغدراه فنهمه الناس وقال النبي دعوه فإن لصاحب الحق مقالا ثم لم يجد أن الرجل قد فهم عنه نادى على أحد الصحابة وقال تعالى اذهب إلى خويلة بنت حكيم ابن أمية وقل لها هل عندك من وسق من تمر عندك عجوة عندك مية اثنين وعشرين كيلو عجوة قالت عندي فاجعل رسول الله يرسل من يقبضه فإذا به يقول اذهب بهذا الرجل صاحب الجزور ووفه حقه فذهب الرجل وأخذ حقه ومر على رسول الله قال جزاكم الله خيرا يا رسول الله لقد أوفيت وطيبت فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك خيار عباد الله الموفون المطيبون الموفون المطيبون يا أخي الحبيب يعني في عهد الفاروق عمر سيدنا أبو ذر رضي الله عنه كان وفيا مع رجل والله لم يعرف قبيلته ولم يعرف اسمه ولم يعرف أنه فلان ابن فلان إنما جاء سلاسة من الرجال برجل إلى الفاروق عمر وقالوا يا أمير المؤمنين هذا الرجل قتل أبانا قال أقتلت أباهم قال نعم قال كيف ذلك قال له كان معي ناقة رضتها على بستان هذا الرجل فدخلت البستان وأكلت السمار قال فجاء صاحب البستان فضربها بحجر فقتلها فرميته بحجر فقتلته قال إذن أنت قاتل قال نعم قال سنقيم عليك الحد قال ولكن أخرني سلاسة أيام قال له لما قال لأني ضام لمال أيتام وقد جعلت هذا المال في مكان لا يعلم به إلا الله وإذا قتلتني الآن في القصاص وفي القصاص إذا بي ضاع مال الأيتام قال له ومن يضمنك من يكفلك قال فنظر في وجوه الصحابة فقال فلم يعرفه أحد فقام أبو ذر وقال أنا أكفله يا أمير المؤمنين قال أنت قال إي وربي أنا كافل له قال هل تعرف الرجل قال لا أعرفه قال هل تعرف قبيلته قال والله ولا أعرف قبيلته قال هل تعلم صدقة قال لا والله لا أعلم قال اعلم يا أبا ذر إن غاب هذا الرجل قتلت به يعني أخوانا الكفالة والضمان ليس في مال وليس في أرض وليس في طين ولا وحل ولا في دنانير ولا ذهب ولا فضة ده كفالة في روح في نفس ستقتل قال أنا كفيل له وأنا ضامن له ماشى الرجل مضى اليوم الأول واليوم الثاني واقترب اليوم الثالث واقتربت شمسه على الغروب قال ونظر الصحابة إلى أبي ذر نظر فيها مسكنة وفيها رحمة وفيها رأفة سيقتل صحابي من صحابة رسول الله لأنه ضامن رجل لا يعرف فإذا بهم يجدون أن الرجل قد عاد فقال له أمير المؤمنين عمر أَوَ قَدْ عُدْتَ يَا رَجُلِ والله لو ذهبت لا نستطيع أن نأتي بك ولا نعلم من أي القبائل أنت ولا نعلم حتى اسمك قال عدت حتى لا يقال ذهب الوفاء من الناس فنظر الفاروق عمر إلى أبي ذر وقال وأنت يا أبا ذر ما الذي حملك على كفالة هذا الرجل وعلى ضمان هذا الرجل وأنت لا تعرفه قال خشيت أن يقال ذهبت المرؤة من الناس فقامت ثلاثة أهل القتيل وقالوا يا أمير المؤمنين يا خليفة رسول الله عفونا عن قاتل أبينا عفونا عن من قتل أبانا قال لما عفوتم عنه وقد قتل أباكم متعمدا قالوا حتى لا يقال ذهبت الرحمة والعفو من الناس نعم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين هل كنت صاحب وفاء لمن أساء إليك يا عم الشيخ أنت بتقول إيه ذا أساء إليك ظلمني أذاني كيف أوفّله بحقه بحق الجيرة بحق القرابة يا أخي الحبيب أقول لك كن مع الناس كالشجر يرمونك بالحجارة وترميهم أنت بأطيب الثمر حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم يجلس بين أصحابه يوما فيبتسم رسول الله حتى ظهرت نواجزه فقال له الفاروق عمر أضحك الله سنك يا رسول الله ما الذي جعلك تبتسم يا حبيبي قال رجلان من أمتي جثيا على ركبتيهما أمام رب العزة قال أحدهما يا رب خذ لي بحقي من أخي خذ لي مظلمتي من أخي فقال له ربنا أي للمظلوم قم فانظر فنظر إلى قصور مكللة باللؤلؤ ومكللة بالذهب ومكللة بالفضة قال لأي نبي هذا يا رب لأي شهيد هذا يا رب لأي صديق هذا يا رب قال هذا لمن يملك الثمن قال ومن يملك الثمن يا رب إلا نبي أو صديق أو شهيد قال أنت تملك الثمن قال أنا قال إيه أنت بعفوك عن أخيك بعفوك عن أخيك قال أشهدك يا رب أني قد عفوت عن أخي فيقول ربنا قم وخذ بيدي أخيك وادخلا إلى الجنة فقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله وأصلحوا بين إخوانكم فاتقوا الله وأصلحوا بين إخوانكم كن وفيها يعني أعزك الله وصال مسامعك يقول لك مثلا يضرب المسأل بالوفاء في الكلاب أعزك الله وصال مسامعك وكان هناك ملك من الملوك هذا الملك أخي الحبيب كان إذا أخطأ رجل في مملكته كان عنده كلاب تأكل لحوم البشر كان يأتي بهذا الرجل أمام الجميع من القادة من السادة من الوزراء من الرعاة من الرعية أمام هذا الجمع الغفير ويضع هذا الرجل في هذا الصندوق الحديدي ويدخل عليه الكلاب فيأكلون لحمه حياً فأخطأ وزير من الوزراء في يوم من الأيام فجيئ به وقال له الملك تعلم أنك أخطأت في مملكتي قال أعلم قال وتعلم ما العقوبة قال أعلم ولكن خدمتك عشر سنوات فهل لا غفرت لي هذا الخطأ قال لا قال إذن أمهلني عشرة أيام حتى أرتب أحوالي مع أهلي وأعلمهم ما لي وما علي قال لك ذلك إن شاء الله فإذا بهذا الرجل فإذا بهذا الرجل يقول فلما جاء وقت تنفيذ الحكم قبيله جعلت أتوسل إلى خادم الكلاب وأقول خذ هذا المبلغ من المال وأنا إن شاء الله سأقوم على خدمة هذه الكلاب قال لك ذلك فلما جاء اليوم يوم تنفيذ الحكم يوم الإعدام جاء بهذا الرجل ووضع في صندوق وأدخل عليه الكلاب فجاءت من بعيد وهي جائعة وأناخت عند قدمي فتعجب الحاضرون وإذا بالملك تحمر عيناه وتنتفق أوداج ويقول للحرس ألم تجيعوا الكلاب قالوا لم يأكلوا من البارحة أيها الملك قال لما فعلوا هذا ولما لم يأكلوا هذا المذنب فرفع يديه الوزير قال ما شأنك قال خدمت الكلاب عشرة أيام فوفت لي بهذه الخدمة وخدمتك عشر سنوات فلم تغفر لي ذنبا ارتكبته قال الملك والله لن أقيم هذا الحد على أحد بعدك وعفى عن المذنبين في مملكته اللهم هيئ لمصر من أمرها رشدا اللهم هيئ لمصر من أمرها رشدا اللهم من أراد بلدنا بخير فاعنه عليه ووفقه إليه ومن أراد بلدنا بسوء فاجعل تدبيره تدميره واجعل كيده في نحره واجعل كيده في نحره اللهم أعنا على الصيام وعلى القيام اللهم أعنا على تلاوة القرآن اللهم أعنا على تلاوة القرآن اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخر ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين اللهم عافي مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما وملكا كبيرا دمتم في أمان الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله